لبوا نداء الوطني واطلقوا حملة باسم لعيون هنى لذوي الاحتياجات الخاصة لشباب الصم والبكم يصنعون الكمامات للوقاية من فيراس كورونا وتوزيعها للفقراء واليتاماء ولقطاع البلدية وهم الشريحة الاكثر عرضة لهذه الجائحة عملوا جاهدين ولو بجزء بسيط للحفاظ على سلامة المجتمع الانباري السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم هذا مرض كورونا منتشر بالعالم كله وحسب التليفون اجينا نقدم المساعدة للفقراء والعمال البلدية في سبيل الله مساعدة نقدم الكمية في سبيل الله دعم من عندنا وعمل مستمر 24 ساعة صارنا هنا مقيمين بدون أكل مديرة ذوي الاحتياجات الخاصة أكدت أن هذه الفكرة جاءت نتيجة تفشي فيروس كورونا ولحاجة المحافظة لهذه الكمامات والمطهرات لسد حاجة كل مواطنين ويعتاش على دخله اليوم مشددة على الاتزام بتلك طرق الوقائية أول ما بدأ المرض نشوفه قام ينتشر ارتأينا واتصلنا بيهم فلبوا النداء ويجمي ناس متطوعة في سبيل الله من أجل أنه يعملون فتشي بسيط لأهلنا في محافظة الأنبار وهي الحافظة الوقاية التي تضمن كفوب وكمامات والمعقم اليدوي وبعد ما خلص من عندنا الحافظة قمنا نستعمل فقط الأكياس التي طلعت من الحافظات ونحفظ بها الكمامات ووزعناها على الناس الفقرة وعلى الأيتام وعلى عمال البلدية التي هم أكثر ناس معرضين لهذا الوباء وكل الشكر والتقدير لقناة التغيير لتغطيتها هذه الورشة وحضورهم اليوم متعنين ورغم الظروف اللي يمر بها البلد هذا تلك الخطوات التي تساهم بها شريحة الصم والبكم سبقت جميع الفئات كي تكون الأولى بين شرائح المجتمع وهاهم يعملون باستمرار لتلافي أي خطر للمحافظة من الأنبار نور الدين العبيدي قناة التغيير